حرق الغاز المصاحب لاستخراج النفط في العراق يعد سبب الرئيس في كارثة تلوث المناخ ويشكل خطرا داهما على صحة الذين يعيشون بجوار حقول النفط كما أنه يسبب أمراض الربو والسرطان والجلد والرئة هكذا تقول صحيفة الاندبندد البريطانية وتذكر أن العراق يعد من أكثر الدول ممارسة لعمليات حرق الغاز المصاحب لاستخراج النفط في العالم والبصرة هي المنطقة الأكثر تضررا في البلاد وينعكس ذلك سلبا على مياه الشرب والسقايا وبالتالي على البشر والنباتات والحيوانات ولفتت الاندبندد أن السحب المسممة في البصرة تسببت في انتشار الأورام السرطانية وتسمم الأهالي حتى أصبح في كل بيت بالبصرة ضحية لهذه السحب وليس حرق الغاز وحده هو مصدر التلوث إذ أن كارثة المواد المشعة مزالت المسبب الرئيس للأمراض وفي مقدمتها السرطان حيث تكشف التقارير أن سكان البصرة يتعرضون لجرعات إشعاعية عالية تصل إلى نحو 200 مرة أعلى من الجرع الإشعاعية السنوية التي يتلقاها أي شخص من مكان طبيعي في معظم أنحاء العالم وهذا كله جاء نتيجة القصف الأمريكي للبصرة في حرب الخليج الثانية والقصف أثناء احتلال العراق عام 2003 بشكل واقعي لا مجازي يمكن القول أن البصرة مدينة غير آمنة للعيش بسبب عدم معالجة مصادر التلوث المتنوعة مثل الأنهار التي لم تعد صالحة للاستخدام البشري والاستخدامات الأخرى يضاف إلى ذلك ملوحة التربة وانقراض الكائنات الحية الأمر الذي يهدد النظام البيئي في المنطقة جنوبي العراق بأكمله